اشتركوا في القناة وتم وهو الموقع في يوم السابق نبدأ مع حضراتكم اول فقراتنا بعد موجز الاهم الاخبار اللي هنشوفه مع بعض وزير التعليم يلغي امتحانات شهادة الاعدادية ويكتفي بمشروع بحثي ارتداء الكمامات ادى الى تراجع حاد في مستوى ثاني اكفيد القربون بنسبة 25% في الصين خلال الشهر الماضي ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في روسيا الى 1264 حالا قفات 300 ايراني اثر تناولهم مادة الميثانول السماء للوقاية من القورونا هجتاب دامر عشور يتصدر تويتر والمغردون فرحنا بالحفظ وقصر الملل توارع بلا مرة استجابة المواطنين لقرار السيد رئيس الوزراء بتطبيق قرار الحظر البلاد تقصى الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا واليكم دراجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية اهلا بحضراتكم مرة تانية واول خبر معانا هو اول مولود يحمل اسم كورونا بالهند برر والد الطفلة تسميتها بالاسم ده بانه من وجهة نظره شايف ان الفيروس ساعد الناس على انهم يتجمعوا مع بعض وانهم يشنوا حرب جماعية ضد الفيروس ده وانا من وجهة نظري ان اسم الطفلة ده هيكون يعني اسمي يدل على وباء يعني كان مأساوي بالنسبة لناس كتير الخبر البعضي كده معانا برضو عن الكورونا وهو كلنا عارفين طبعا الدولة بتوفر متهرات وادوات تعقيم للوقاية بس الاسب في بعض الناس بيستغلوا بطريقة فيها جشع وطمع زي امين مغزن مستلزمات طبية بمدرية الشؤون الصحية بدوميات قام باختلاص مستلزمات مكافحة العدوى من متهرات وجوانتيات وكمامات وبيبلغ قيمتها حوالي مليون جنيه مصري ده غير صاحب محل المنظفات يعني شاف ان يعني صنع الكحول بمواد غير معلومة المصدر وبرر ده بانه الكحول كان عليه صحب كتير فقال يكسب منه وده ما يدلش غير عن الجشعة والاستغلالية حتى لو على حساب اي حد بعد كده معنا يعني سيدة بسيطة من شمال الجيزة قامت بعمل يعني عمل خليط مكون من مية نار وخل وكلور وفكرني ده هيقضي على الفيروس لكن هو تسبب ان الاسرة كلها تتسمم ولكن حالتها هي تدهورت وقدت لوفاتها طبعا في حاملات كتير للتوعية بتقوم بها وزارة الصحة ومن احنا مش هنخسر اي حاجة لو عادنا خمس دقيق نتفرج عليها عشان انه نعرف ايه صح من الغلط وما نتسببش في ان احنا نفقت حياتنا بعد كده هيكون معنا النهاردة في حلقتنا دكتور حسام الدين ايمن استشاري الصحة النفسية حسام الدين امين استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك وانوان حلقتنا لو ترجع بينا ايام زمان فاصلوا ونرجع لكم ورجعنا لكم اعزائي مشاهدين بعد الفاصل مع الدكتور حسام الدين امين استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك اهلا من حضرتكم كنت حابة أسأل حضرتك في الأول إيه هي الأسباب والعمام اللي قدت لتفكك الأسرة في الوقت الحالي والحقيقة موضوع التفكك الأسري ده هو مش من دلوقتي بس الحقيقة لكن هو الحقيقة جه مع بداية العولمة والحقيقة موضوع التفكك الأسري هو موضوع كبير مش من جانب واحد بس الحقيقة للأسف الشديد إحنا مرينا بتطوير خطير جدا من زمان يعني من فوق الـ 35 سنة ليه حضرتك حصل هذا الكلام؟ لأن إحنا الحقيقة ابتدت نتعامل مع العالم الخارجي بثقافات جديدة مختلفة فابتدأ يحصل حاجة مهمة جدا القيم، المبادئ، العادات والتقاليد بتاعتنا ابتدت تتحرك والتحرك ده بيبني حاجة اسمها العادة العادة يعني إيه؟ يعني نبدأ إحنا بنشتغل في حياتنا بالعادات والتقاليد فلما نغير العادة تبدأ تتغير القيم معاها والمبادئة وده الحقيقة أنا في نظري أنا هي مش من جانب واحد ولكن إحنا معانا النهاردة تغير المجتمع تربية، تعليم، ثقافة فأصبحت النهاردة فيه ثقافات جديدة علينا هي اللي بتدت تأثر على ده وحتى كمان أثرت على الأسرة كل لعجة كل تمام، طب هل غياب الأب أو انشغله في الشغل يعني بيكون من الأسباب برضو اللي بتقدل ده؟ هو الحقيقة إحنا عندنا الوالد غاب لأسباب كتير جدا تعرف حضرتك حاجة اسمها الانفتاح الاقتصادي اللي خلى النهاردة الأب يغيب عن الوطن صح كويس مش يغيب عن البيت لما غاب عن الوطن غاب عشان المادة تمام ولما يغيب عشان المادة هو كان يقصد أو المفروض أساسا المقصود إن هو يعلي مستوى الأسرة مزبوط لكن الحقيقة كان الفكر غلط جدا إن احنا النهاردة الإنسان مش مادة بس التربية مش من طرف واحد بس يعني الأسرة التربية بيبقى من الأب والأم فلما بيلاقي النهاردة إن الأب اختفى يبقى دوره اختفى يبقى تأثيره اختفى فيعتبر طبعا ليه جزء كبير جدا ده بالنسبة للأب اللي غاب عن الوطن أما الأب اللي موجود في الوطن فهو ده النهاردة ابتدى نتيجة برضو الضيق ابتدى يشتغل مساء فترات طويلة فابتدى برضو ما بيبقاش ييجي للبيت في وقت كتير هنا ده الدور ابتدى يضعف وابتدى يبقى عندنا أجيال مش جيل واحد عندي قلت ليه النهاردة اه طبعا لا هي احنا النهاردة عندنا جيل واثنين وتلاتة أصبح النهاردة فيه مؤثر في كتير وابتدى يحصل كمان إن الأم كمان خرجت بالزبط فيبقى أب وأم طيب أين بقى التربية في الحالة دي الحقيقة فيه اعتقاد خاطئة إن الأب والأم سابوا الطفل في مدرسة على أساس إنه هم اللي يربوه ايه وده الحقيقة والمدرسة برضو اعتقدت العكس اعتقدت الأب والأم بيقوموا بالدور أم بيقوموا بالدور طيب فأصبح النهاردة غياب الدور وما بقاش حد عارف فين هو الدور دقى صح وبالتالي ظهر التفكك تمام فده وأنا بقول لحضراتك وأخطر حاجة هو التراكم تراكم المشكلة يعني المشكلة دي بدأت بقول لها عليك فوق الخمسة وتلاتين سنة لكنها بتتراكم يعني في ناس ترابط أصلا على كده فهم بالتالي يعملوا مع أولادهم كده والموضوع كمل بقى الحقيقة بالضبط كده ولذلك الخوف كله فين؟ في الفجوة الفجوة ما بين الأجيال الأديمة اللي كان عندها قيم وما بين الأجيال الجديدة اللي بقى فيه جزء فجوة بنسميها ما بين الترابط ما بين الأجيال ودي حاجة خطيرة شوية طيب طيب دلوقتي الأم بقيت يعني هي عايزة تنزل تشتغل هي كمان عشان برضو ممكن عايزة تساعد في البيت وكده فلما الأم يتغيب والأب يغيب والتكنولوجيا طبعا دخلت في الموضوع فبقى يعني الموضوع يعني كل واحد بقى في حاله حتى لو أب والأم موجودين كل واحد ماسك موبايله وكل واحد قايت في مكان ومحدش أصلا بيكلم حد فالتكنولوجيا كمان أثرت في الموضوع ده بشكل كبير فإيه الأسباب بقى لقدت لكده برضو إن التكنولوجيا يعني يبقى ليها وقت كبير يعني في حياتنا والحقيقة حضرتك أساسا أساسا إحنا لدينا نسلم بحاجة اسمها التطور العلمي أكيد لكن في حاجة مهمة جدا إزاي نقدر نستخدم التكنولوجيا ودي حتة مهمة قوي يعني أي شيء حضرتك تكنولوجيا اتعاملت أيا كانوا عها لازم نعلم الناس إزاي نستخدمها وفين لما أنت تدي طفل تكنولوجيا ومعلمتهوش طب ما هو زي بالضبط اللي بيعلم واحد مش بيعلم بيدي الواحد سيارة ويقول له أهيه فهو يجرب ممكن يعمل بيها حادثة ما خضعش للتدريب أي حاجة في الدنيا حضرتك محتاجة تدريب ولإلا هيحصل حاجة تانية مهمة جدا وخطيرة إنه هو يصطدم ويعمل حوادث الحقيقة التكنولوجيا لما دخلت هي جت استخدمت غلط هي أساسا كومينيكيشنز يعني اتصال كويس اتصال لوصول المعلومة بسرعة احنا عشان ما عندناش علم ايه هي المعلومة وازاي توصل وهكذا فأصبحت النهاردة بنستقيها التكنولوجيا بتنقل لي عادات وتقاليد شعوب أخرى تمام لكن هل هي سلطت الدوق على عاداتي والتقاليد لا ودي مشكلة كبيرة جدا وعلشان كده احنا بنشوف نتائجها دلوقتي على الأرض غير إيجابية بالضبط يعني دلوقتي يعني شباب والبنات بيبصوا لبرة وياخدوا العادات والتقاليد اللي هي برة أكتر ما بيبصوا العادات والتقاليد اللي هي هنا هو ما يعرفش تقاليدنا ايه ما يعرفش أصلا سمحيلي حضرتك هقولك على حاجة خطيرة جدا بعض الناس وهي بتحلل المشكلة دي في بلدنا دايما تتهم الجيل الجديد وأنا بعض رجيل الجديد ليه الجيل الجديد هو ناتج عن تعليم الأب والأم وبالتالي هم مش أصحاب الزنب أصبح في الحقيقة المشكلة في الأب والأم فيه النهاردة غائب عن الأب والأم معنى مهم جدا في الحياة اللي هو الفرق ما بين الرعاية والتربية إن حضرتك الأب والأم يوكله ويشربه ويوده للدكتور والمدرسة والنادي دي اسمها رعاية التربية إن أنا النهاردة أعلمه قيمة أعلمه مبدأ أفكر معاه وشاركه بالفكر تمام بس هو الموضوع ده بقى أثر على المجتمع العربي فقط ولا المجتمعات كلها في العالم كله خلينا أكلمك بالأمانة العالم الغربي والعلم أساسا العلم متراكم بمعنى إيه حضرتك يعني هما النهاردة متراكمين هما عندهم عاداته تقاليد تخصهم خاصة بفكرهم بطريقتهم ودي قد تتنافى معنا كشرقيين تمام إحنا حضرتك عندنا مختلفة تماما طيب إحنا عملنا إيه إحنا ابتدينا نبص عليهم هما بيعملوا إيه ابتدينا نشوف النهاردة عندنا فجوة الطفل الصغير لما بيلاقيش أب وأم يتكلم معاه بيعمل إيه هيكلم أحد تان طيب هيبدأ النهاردة ينبهر باللي هما بيعملوه لأنبهار ده أثر على النفس تمام وبالتالي بقت خلط التكنولوجيا بالذات بدأت علشان مجال الأعمال في البزنس إزاي النهاردة الإيميل يوصل بسرعة في ثانية ابتدأت كده تمام أستاذا حضرتك معنا اتصال أستاذ محمود تفضل تفضل أستاذ محمود شكرا أستاذ محمود جامل حضرتك تفضل فالفكرة كلها بيت العيلة بقى ونتجمع كلنا ولذلك في الثقافة حتى بتاعتنا صلة الرحب بصدق دي حاجة اسمها كده لما دخلت التكنولوجيا أصبح إيه أصبح خداعة لأن الناس كلمة تتواصل يعني ناس ناس مش معروفة واحد يقولك تبقى صديقي أه أبقى صديق هو ما يعرفش أنه حاجة بصدق يعني إيه صداقة حتى مفهوم الصداقة غير مفهوم في الجيل الجديد الصديق إن أنا النهاردة أقعد وأسمع لك وشاركك في مشكلتك مش الصديق النهاردة إن أنا دي لك كلمة ولا فكرة ولا بعث لك صورة المفهوم هنا حضرك هلاني وبالتالي أصبحت في مشكلة كبيرة إحنا بنعاني منها المشكلة دي ما تتحلش من اتجاه واحد لا ده لسه الحل ده قصة ممكن نتكلم فيها يعني تماما لو حد أي حد حبيب يشارك معنا قدام حضراتكم الأرقام على الشاشة اللي حابين يشاركوا ويقولوا رأيهم في الموضوع تماما دكتور كتايزة أسألك هل تدخل الأصدقاء والأسرة ما بين الزوجين هو اللي بيؤدي مثلا حدوث مشاكل فالمشاكل دي بتؤدي إن هم يبقوا بعيد عن بعض هو مش عايز يخش البيت مثلا أو هي مثلا بعيد فبتشغلوا مع بعض ويسيبوا الأولاد هو برضو ده من أسباب التفكك الأسري والله حقيقة التفكك الأسري ده حاجات كتير جدا يعني مثلا نقول إيه عشان نقول تفكك أسري يبقى لازل نتكلم الأول على البناء الأسري تماما كيف تم البناء أصل مشكلة التفكك الأسري تحليليا هو أن الأسرة تبنت غلط تمام حضرتك أستاذن حضرتك مع أيها سعيد من الغربية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ممكن توطي صوت التلفزيون لو سمحت أنا والله معجب ببنمك حضرتك جدا ربنا يخليك وعايز ممكن توطي صوت التلفزيون بس أنا تعفك أقول بسري الأيام دي كتير جدا تماما ربنا حضرتك وفيه مشاكل كتير وفيه طلقات كتير وبنشوفت المحكمة المجمع المحاكم أو محكمة الأسرة حالات كتير تماما تبني بقى السببها تعملها من الزوج سببها من الزوجة العيشة الاجتماعية للناس عايشها مفيش فلوس تماما مزبوط كم حاجات يعني أنا عايز أصلا الأستاذ بس يوضح لي حضر 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 شكرا لاتصال حضرتك وهنجوابك حقيقي بص حضرتك قبل ما نتكلم على التفكك الأسري حنتكلم على حاجة مهمة جدا البناء الأسري تماما إزاي حصل الزواج أساسا إحنا عندنا 13.5 مليون و 500 ألف مطلق ومطلقة تماما كويس لأن إحنا معلمناش الناس أساسا كيفية الزواج وبالتالي أصبحت النهاردة ليه بيحصل الخلاف لأن الخلاف أساسا في الأصل هو خلاف فكري تماما خلاف عدم اجتماعي يعني مشكلة اجتماعية أو عدم توفق توفق بالزبط كده وبالتالي ما فيش النهاردة ثقافة مجتمع إنها إزاي يختار زوج أو يختار زوجها طب إيه اللي حكمهم في الأصل للأسف الشديد الناحية المادية هل لو قادر مديا يتزوج هذا الكلام خطير جدا وده الحقيقة اللي أدى إلى مشكلات ضخمة وكل اللي بيتزوجه معظمهم بيبقى فيه قدرة مالية ساعة الزواج إنما ده مش الكفاية إذن دي حاجة اسمها بالنسبة لي أنا الزواج هي محصلة للمشكلات اللي موجودة في الأسرة في المجتمع يعني إذن النهاردة حضرتك فيه حاجة اسمها إيه نتائج نتائج إيه نتائج مشاكل أخرى ولذلك أنا هقول لحضرتك عبارة جديدة جدا قد ما تكونش تقلت في يوم من الأيام تمام مصر تحتاج حاجة اسمها إعادة هندسة البيئة المصرية تمام ممكن تشرح لحضرتنا أشرح لحضرتك الحكاية دي طب قبل ما نشرح الموضوع ممكن ناخد اتصال أتفضل محمد علي السويس تفضل حضرتك ممكن توطي صوت التلفزيون بعد إذنك حضرتك معي أستاذ علي تمام شكرا قد على الاتصال تفضل حضرتك تمام نهاردة حضرتك إحنا عندنا مشاكل عادين نقسمها كده مشاكل أساسية ومشاكل ناتجة تمام طيب في الحالة بتاعتنا اللي احنا موجودين فيها اللي كل شوية تطلع عندنا مشكلة هي الحقيقة المشاكل دي في فرق أنها كانت البداية ولا هي محصلة مشاكل أخرى اللي احنا فيه النهاردة تمام هي نتائج وبالتالي طفل ما خدش جرعة من التربية تمام معينة فيطلع طبيعي جدا تحصل مشاكل في بداية حياته يبقى دي نتيجة تمام إذن هنلاقي فيه مشكلة معاناة هو مين السبب لا هو مش مسألة ولده مش مسألة بنت هو عدم قدرة على التفاهم على مفهوم إيه هي أهداف الحياة تمام هم ممكن كبروا شافوا باباهم وممتهم بيتعاملوا كده فهم بقى بيتعاملوا بنفس المنطق اللي هم شافوا هم في الغالب مش شافوا بابا وماما هم شافوا ناس تانية خدي بالحضرتك أي واحد لما بيجي يتزوج ودي مفاجأة برضه لمعظم الناس هو مش بيتزوج بناء على اختيار سليم 100% ومال على إيه على حاجة اسمها السورة الزهنية التخيل تمام بس تأذن حضرتك معانا وفاق من الشرقية تفضلي تفضلي وعليكم السلام وعليكم السلام أي وعني زوجة تانية وفي ظلم وعلى علي تفضلي حضرتك أيها أنا أتتعامل إيه مع غادي تتعامل إزاي مع المشكلة دي خدي بالحضرتك يقالك كلمتين أنا زوجة تانية من لا والأخلص ولا إيه يعني هنقض على حضرتك وهي كانت أول مرة تتزوج برضو أو لا؟ حضرتك زوجة تانية برضو جاوزتي بلي كده خدي بالحضرتك هل عندنا مشكلة جبيرة جدا برضو في حياتنا هنا يعني دايما لما بيجينا حد في العادة أو كده تبقى فيه مشكلة جبيرة جدا إنه بيبقى داخل هو عنده يعني بيدي عنوان بس لمشكلته أنا عندي مشكلة أنا عندي مشكلة أه أه خدي بالحضرتك ما فيش مشكلة زي التانية هذا الإهمال اللي هو عند هو في الأول خلص لازم نعرف كيف تم الزوج هل هي كانت أولى ولا تانية لا هي بتقول أنا زوجة تانية أيو هي زوجة تانية هي زوجة تانية بيسيب الفلوس ويمشي يعني هو بس يعني هي رقم اثنين بس في الأول هل هي أول زواجة ليها برضو ولا لا هتش عارف كويس نوع المشكلة طب هي لو كان أول لها زواجة قبل كده يعني خدي بالك بقى ده مختلفة تمام بقى كل حالة تعتبر حالة مختلفة طبعا إحنا من درش نقول حل مشكلة بالمنظر ده لازم يبقى فيه التفاصيل لازم يبقى فيه التفاصيل جدا أي مشكلة أسرية لازم يبقى فيها التفاصيل كتير جدا عشان تطبيق حليها طبعا يعني هو الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه دلوقتي برضو من الأسباب اللي ممكن برضو تخليني فيه تفكك أسري لأن أكيد فيه ناس كتير ظروفها يعني مش كويسة فبينزلوا بقى يشتغلوا فترتين سواء الأب والأم ساعت بتحصل اللي اتنين بيكونوش موجودين فإيه الحل إن الأب والأم دول يحاولوا يعني إن هم يصلحوا اللي هم عملوه يعني خصوصا إن إحنا في الفترة دي فترة حجر يعني ف دلوقتي يعني دلوقتي آه يعني أعتقد إن الموضوع يعني دلوقتي بقوا يعودوا شوية يعني مع بعض بسبب الظروف فهل يقدروا يصلحوا الموضوع ولا خلاص كده يعني حالك بتكلمين دلوقتي عشان عملية الدخل ولا عشان عملية التفاهم آه لا الدخل ساعات بيؤدي إن هم ما يبقوش متواجدين دي حاجة بتكون غزبا عنهم ما فيش تواجد دلوقتي يعني قبل كده آه بس أنا دلوقتي بتكلم إن إحنا دلوقتي في الظروف يعني هم عادين دلوقتي آه ممكن هل يقدروا يصلحوا الموضوع ولا خلاص بقى هم تعودوا إن كل واحد في مكان وخلاص بقى أشكري جد الحقيقة القعدة دي فيها مزايا بس بشرط الإدراك تمام أولا ما فيش حد يقدر يغير في الفترة زمنية صغيرة كده مش حاجة سمعها كده أكيد أي تغيير في الدنيا بيتم على مدى طويل تمام شوية عشان يحصل العادة ناخد بلدر الحتة دي إنما يبقى فيه حاجة سمعها إيه حضرتك إدراك ووعي إيه ده اللي إحنا إحنا كنا منتغنين خالص قويس لأ ده إحنا فعلا فقد هنا الإدراك عندي بالنسبالي في الفترة دي هي الميزة اللي هيكسبها الشعب المصري بس هم نوعين نوع حيقدر يستفيد منها ونوع هتبقى بالنسباله أزمة نفسية فترة وهتعدي لأ يعني كمان يعني هو بالعكس هو مش مدرك فيصطدم فتعتبر القعدة دي بالنسباله شيء صعب جدا ومشاكله كتيرا تمام معنا مكلمة أحمد بن شبرة الفضالي ممكن توتي صوت التلفزيون بعد إذنك وعليكم السلام وعليكم السلام أحمد الله ممكن أتكلم مع حضرتك تفضلي طب بعد إذن أنا بس في مشكلة معجوزة يعني فقط تعيز أخذ رأيك تفضلي ممكن توتي صوت التلفزيون تسمعي من التلفزيون أنا جوزة دبقتي بقلي 13 سنة تمام ماشي فدلوقتي أهو ما بيشتغلش خالص ومعايا ثلاثة عيال تمام فدلوقتي والذي دول ما بيتعلموش وردتهم المدارس بس ما بوضوهمش دروس ولا الكلام ده تمام فدلوقتي أنا مش عارف أعمل إيه مش أدر أأكلهم مش أدر أعمل حاجة فيعني عندي أخ واحد متجاوز على قده وكل واحد في حاله ما حدش بيراه حد تمام فأعمل إيه عشان مش عايز أفترك حضرتك ممكن تسألها الأسئلة أنت ده هناك في تفاصيل كثير بسألها التفاصيل حضرتك على هوا كده يعني اسألها يعني هي كانت عايشة إزاي قبل كده يعني بقالها 13 سنة بقاله 13 سنة كويس ومعها ثلاث أولاد بالضبط إيه اللي حصل دلوقتي إيه التغير أمش عارف إيه التغير لا إنه هو يعني الحد الوقتي يعني مش بيشتغل وإنه هو إيه ما دخلهم المدارس بس ما فيش دروس خصوصية ولا أي حاجة كويس جدا وحيفضلوا يكبروا والمشاكل بتكبروا وكذا هنا حضرتك أنت بتتعامل مع أمر واقع تمام يعني يعني هنا الحل ده مش حل كلام لا حل فعل يعني أنا النهاردة لازم أكون أساسا بفكر طول مهم بيكبروا أنا بعمل إيه ولذلك أنا يعني اللي بيتجوزوا وبيجيب عيالوا وكلام ده كله وبعين ييجي في الآخر خلص يفكر هيعمل إيه لا ده موضوع كبير جدا يعني هل اللي هي عندها استعداد إنها تشتغل إنها تقتصد إنها جزء منهم تشغلوا مثلا في فترة لو هو سنهم يعني يقبل بص حضرتك جميع المشاكل دي هي حصيلة ثقافات تمام واسمحيلي حضرتك هقولك عشان أوضح للناس عشان في حاجات كتير الناس مش واخدة بلع منك نعم نحن ممكن ناخد أحمد ونجاوب عليكم أحمد من البحيرة تفضل بأخير يا فندي مساء النور ممكن تعلي صوتك أيها يا فندي أيها تفضل أيها معاك يا وفندي تفضل حضرتك أيها تفضل إن أمرك عبيها الزمن عن كم التعليم يا فندي لأن التعليم حاجة حلوة خالص والله على أني بعرفك دينك حتى صح مزبوط يعني التعليم حاجة حلوة خالص بعرفك دينك صح أكيد طبعا ماشي مقرد لله يعني أهم حاجة دين هو بنيت حياة النفسة علم دينك صح تمام صح سؤال حضرتك إيه بقى سؤال حضرتك سؤالك يعني ما عندي السؤال والله أنا يعني أغلبت تتطفل معكم أه حبيت تشارك معي شكرا جدا لحضرتك نفسي تمام حضرتك ممكن بص حضرتك إحنا عندنا مشكلة لات ناخد بالنا منها أولا الناحية المادية إحنا ليه أساسا المجتمع حصل فيه المشكلة دي لأن إحنا كنا بنبص البعض تمام في يوم من الأيام في البداية إحنا النهاردة بصين لبعض نهاردة الانفتاح والعولمة قدت إلى إيه إن يبقى كل الناس النهاردة بتجيب بالتكنولوجيا بتشتغل وبتدخل بضعة أصبح كل واحد بيبص تمام فأصبح كل واحد عايز كده أصبح ده شرط في الحياة من هنا حضرتك ضاعت القناعة وضاع الرضا بزرط خذي بالحضرتك الحتة دي خطيرة جدا فيه ناس حضرتك دخلها كويس جدا يأكلها وشربها كويس قوي بس ما عنداش قناعة ومديونة ليه حضرتك عشان دايما عايز الأفضل بزرط وباصس وبيقارن لو قلتلك رقم قد يكون مخيف شوية لا يقل عن 98% من المجتمع تمام ما عندوش القناعة ولا الرضا تمام يطمح لأنه يبقى أكتر الطموح أساسا مادي تمام مش طموح أنه هو يبقى عنده ابن فاهم عنده ثقافة يخدم مجتمع الحكاية دي خالص تمام قد ايه معظم الناس بتتكلم في القيمة في المادة تمام إنما في تكوين الشخصية ما بنلاقاهاش تمام كم واحد النهاردة يعني إلا ما نرحم طبعا يعني احنا عندنا الناس بتبقى مهتمة جدا بحيثها إنه تخرج إنسان للمجتمع كويس جدا لكن في الأخي الخالص بتنصيلها نظرة مادية هياخد كم؟ تمام هيبقى داخله قد إيه؟ تمام معنا بقى محمد من الشرقية أحمر 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 حضرتك ممكن توتي التلفزيون وتسمعنا من التلفزيون أحمر أحمر هنا في القناعة المجتمع النهاردة محتاج يبص لنفسه تمام يبص لولاده تمام لازم نشتغل في حاجة اسمها إعادة هندسة المجتمع من جديد تمام إعادة هندسة المجتمع ده هتيجي إزاي حضرتك؟ إن إحنا لازم تتضافر قوة الدولة كلها فيها زي إيه؟ التربية والتعليم تعيد النهاردة إعادة منظومتها في عملية التربية والتعليم أدي واحد لازم نعمل حاجة تاني في البيت في الأصل في المصدر يبقى فيه إسلوب وإحنا الحقيقة ياما كلمنا قلنا إن موضوع الزواج بدون قواعد تمام ونتأكد إن الاتنين عندهم إرشاد نفسي وأسري قبل ما يتجوزوا تمام لازم يبقى فيه قاعدة كده طب هم أزي يتأكدوا من الموضوع ده بابص حضرتك بقى يمكن إحنا قلنا اقتراحات خلال أربع خمس سنين فاتوا إن وزارة العدل تطلق مبادرة اسمها لازم يكون الإنسان يتعلم يعني إرشاد نفسي وأسري تمام لما واحد يجي يتزوج فيه إرشاد لازم يكون خد كورس دورة معتمدة يسمع فيها حاجات هو ما يعرفهاش تمام أكد لحضرتك معظم اللي بيتزوجه ما عندهمش فكرة إيه الحياة الأسرية إحنا بنتجوز لي إحنا لما يجي طفل هنعمل معه إيه كله مبلم أهما فكرتهم إن إحنا نتجوز بقى ونخلفه خلاص دينا بتيجي كده حاجة حاجة دحق خالص يعني الثقافة عندنا تحت قوي ولذلك بتلاقي إيه دي نتائج يعني أي حاجة دي بص عليك إنسان متعلمش كلمة ما متعلمش يعني ما خدش إرشاد وكده النتيجة بتاعته إيه هيبقى جاهل أكيد حتى لو هو كان دكتور في الجامعة ما هو خد علم إنما تطبيق بقى الحياة مختلف تمام نسمع مشكلة محمود من قسيوت أهلاً وسهلاً أهلاً حضرتك تفضل أستاذ محمود أستاذ محمود شكراً أطعت فالفكرة كلها حضرتك البناء تمام لما يأبني مجتمع أتأكد إن هو مثقف في بناء الأسر إنما النهاردة إنما يبقى عندي ناس متعلمة بس ما عندهاش يعني بعد التعليم طب هتعملي إيه أنت مفروض تعيش الحياة بالزبط سؤال مهم جداً بيطرح نفسه هل إحنا فعلاً رغم يعني الشعب المصري ما شاء الله أنا يعني بقول لك بصراحة مع فلوس عمل إيه بالفلوس مش كلهم مش قصدي معظم مش قصدي بص حضرتك في تفرة إحنا نيجي نقول التفرة يعني إيه طبعاً كم القصور والفلل والسيارات ده اسمه اقتصاد تمام مع ناس أيه كويس وما درس لغات ومش عارف إيه وكل اللي أنت شايفاه ده كله ده دخل ما كانتش مصر عندها ده من 40 سنة إذن ده فرق ولا لأ صح كويس هنا بقى إحنا يا دكتور عايزين نرجع بقى أيام زمان بقى اللي هو الترابط ده بقى والحاجات اللي إحنا نفسنا تحصل دي يعني إيه الخطوات للإنسان ممكن يعملها يعني بالزبط خدي بالحضرتك طبعاً ما تنفعش جهة واحدة تمام تنفعش نازم الجهات كلها الجهات بقى دي عبارة على أطراف كتير جداً تمام تمام للزواج يكون فيه إرشاد وتوجيه سليم جداً والنهاردة لازم نعرف صفات المرأة وصفات الرجل قبل ما يتجوزوا تمام وهل فيه تناسب ولا لأ تمام عشان الناس تفهم يكونوا متفاهمين حاجة دي مهمة جداً انت حدوك عندك العنوسة مثلاً من ضمن المشاكل دي دي ناتج لهذا الموضوع النظام المادي ده تمام تمام لازم حاجة مهمة جداً حضرتك بقى لازم ننتقل للتعليم الفني تمام قريباً حضرتك نسبة كبيرة جداً من المصريين أقوية جداً شباب صغير عنده القدرة دي يبقى كده بس أنا عايزة عشان أخليه يبقى ناضج أعمل ايه لازم أرفع من مستوى رأيي وتقييمي للفني تمام ممكن ناخد أستاذ هشام قاهرة ونرجع نكمل كلامنا أهلاً وسهلاً أستاذ هشام تفضل أستاذ هشام شكراً لهم تمام فالفكرة كلها حضرتك إن إحنا لازم إن إحنا نبحث عن أسلوب جديد خالص إزاي نقدر نكتشف المواهب عشان يبدو المجتمع لازم حكاية التعليم النظري ده يقل جداً تمام ليه عشان نقدر نصدر هيومين رسورسز صح للعالم الصيني النهاردة اللي الناس ما تعرفش عنها تفاصيل هي بتصدر الحقيقة مش المتعلمين الجامدين جداً بتوعه إنما التكنيكاليتي اللي هم عندهم فنيات ولذلك هي بتصدرهم مصر في يوم من الأيام بعد صورة 52 في الستينيات كانت بتصدر العمال والمهندسين والدكاترة وبتصدر المعلمين وكل الناس تعرف كده الطاقة دي حضرتك كانت بتسمع حتى في إفريقيا ليه إحنا كنا حضرتك عملنا شغل جبير جداً عشان كنا بنصدر عمالة محترفة النهاردة فين هذا الكلام؟ يبقى إحنا محتاجين ده تعرفي الأول ما تيجي القوة دي أولا حننفع نفسينا ثانياً نظرتنا تعرفي النظرة بتاعتنا اللي اللي هو معاش هذا دي جت في فترة معينة كانت النهاردة النظام الاشتراكي كان كده خدش هذا وأنا أشغلك وأنا مش عارف إيه الثقافة ديت عندي حضرتك من الخمسينيات ستينيات بداية السبعنات لحد النهاردة احنا معتقدين وهي ما بقتش كده نظبوط بس قدر حضرتك أستاذي الشام رجاء معينا اتفضل أستاذي الشام اتفضل أستاذي الشام مفيش حد مش عارفه فيه إيه في الاتصالات استعمال كمان حضرتك إذن إحنا حضرتك محتاجين نغير فكرتنا كمجتمع طيب هل القصة تقدر تغيره كده؟ ما تنفعش في الوضع الحالي لازم خطة من فوق يعني أنا أقول الناس تتغير يعني ممكن فوق الدولة وبعد كده الأفراد محبوس الدولة يعني إيه حضرتك؟ يعني وزارات تمام والوزارات يبقى لها نظام لأن الوزارة بتتقابق يعني مثلا إحنا نتقابق يعني الوزارة التعليم بتتعامل مع إيه؟ مع كل جيل الجديد بالضبط ده اسمه كده تمام طيب في خطة خطة اكتشاف فين اكتشاف الموهوبين؟ تمام كويس؟ طيب أنا نهاردة لو اكتشفت كل الطلبة هقدر أوجههم تمام وابتدي أبتدي أتعامل معهم منه هم صغيرين طيب ده بالنسبة للتوجه طيب بالنسبة للأسرة احنا عندنا وزارات تتعامل مع الأسرة ككيان وزارة العدل مثلا عشان هي بداية الزواج عن طريقها الزواج وكده لدي ما فيش روط ما فيش حد اسمها انت عشان عندك رغبة في الزواج بدون علم تتجوز لدينا غير الطريقة دي وده اسلوب جديد بس محتاج تفكير كويس جدا عشان ده يغير المجتمع الثقافات محتاجين النهاردة الإعلام لأن الإعلام ليه دور كبير جدا في التأثير وبالتالي لما يحصل هذا التوجيه تعرف حركة معظم الشباب أساسا ليه النهاردة دلوقتي كده لأنه هو مش شايف هدفه ايه طيب مين يجاب له هدفه ده لدي ما فيه توجه عشان يقدر يغير من فكره ويبدأ يروح لأهداف هو بيسعى ليه انما هو معظم لما تعاضف وسط الطلبة وكلام ده كله هو مش عارف هو بيعمل ايه هو زي ما بيحصل عند الباقي عادة بقى تخلص ودخل وخلص وطلع تدور ايه ده بما ان حضرتك ان احنا الفترة دي يعني مثلا قاعدين في حظر من الساعة سابعة لحد تاني يوم اللي بتوجهوا للأسر يعني ان هما يحاولوا يعملوه يعني حل يعني حتى لو جاي تدريجيا ان هما يحاولوا ان يغيروا شوية من الموضوع ده ويبقى فيه يعني لما اكتر من كده وتكاتف وكده رائع جدا اشكرك اول حاجة حضرتك الاستماع مهارة الانصاط والاستماع يعني ايه بقى دي اول حاجة احنا بقى قعدنا ما بنعودش كده كتير يبقى ان اقعد نسمع لبعض يبقى ان اقعد اسمع قد اكون فيه مشكلات مش كدش قدامي ومش شايفها فابدأ اسمع اكتر اذا ان دوري اعمل ايه اسمع طيب لما اسمع حابدأ اتكلم الحوار ده اي ان كان اضطرب بقى الحوار ده هيعمل حاجة جميلة جدا تعرفي ايه هيعل الادراك والوعي الموجود ده في حد ذاته لما يتم ده يبقى نجحنا نجح كبير جدا انا مش عايز اكتر من كده على فكرة خد يبقى لحضرتك يعني انا انا بقولك انا عايز بس الفترة دي يا رب يقعد اسبوع شهر شهرين الادراك ليه عشان كل واحد هيبدأ يركز جدا في هذه القعدة ان احنا كنا رايحين فين وايه اللي حصل ده وبالتالي النهاردة اللي انا قاعد معاهم حاسمع لهم طيب الحقيقة وارد جدا وارد وانا ما بقولش حاجة ان يحصل في الفترة الاولينية الاسبوع الاولاني اسبوعين لسه الناس مش واغدة انا اسف مش واغدة على بعض رغم ان هي اسرة اه الله يتعلم فايه القعدة دي هنا هكتشف حاجة مهمة جدا كل واحد في الاسرة لازم يتقبل الاخر وده شرط خدي بالحضة داك عشان بقولك شرط ايه اذا كنا عايزين فعلا الجزء ده يتم صح ان كل واحد يتقبل ان انا مختلف عن الاخر بالزبط خلاص وان عادية اللي تكونت هتصطدم بدا ايه لازم ادرك لما انا ادرك يبقى اراعي واعذر كلهم برضو مش واحد بس تمام يعني متجيش يقولي ايه هو عامل كده لهم لا متقوليش الكلمة دي خالص يعني قصد حضرتك انه ان يبقى فيه تفاهم ما يحصلش استضامات لما يتكلموا مع بعض عشان ما يحصلش بعد اكتر اه بس اللي انا عايز اكده ان لازم كلهم يعرفوا تمام ان احنا مش عشان قعدنا مع بعض يبقى متفاهمين او نتفاهم اه اس زاجة دي لا متنفعش وما للصحة ايه الصح ان انا اتقبل الاخر الاخر ده بانه مختلف دلوقتي تمام ادي واحد نمر اتنين نسمع لبعض تمام ونشوف الافكار ايه تمام ثانين الجديد بقى ان انا متعملش مع الاخر زي ما انا عايز اعمله تمام انا لما اسمع له هعمله زي ما هو عايز تمام هو عايز ايه فابتدي اريحه تمام مرة في مرة شوية في شوية يحصل الاندماج ده جزء الجزء التاني الاهم بقى تمام ان احنا هنبتدي ناخد بالنا ونبدأ نتفق ونخط خطط في الاسرة تمام ازاي بعد كده بعد كده لان دي مرحلة مرحلة اللقاء للاصلاح ازاي نقدر نحافظ على كده تمام وعايزة الفة نظر حاجة للجيل الجديد مش الجيل القديم تمام الجيل القديم كان بيعمله اجتماع اسري مرة كل اسبوع للاطراف اللي برا ايوه في بيت العيلة بيت العيلة بالضبط كويس ليه نهاردة للأسف الشديد جدا علشان ما كانش فيه عادل كده تمام معظم الناس مش شغلة بعقلها وما شغلة بايه بعادتها تمام احنا ممكن يعني ان احنا نرجع موضوع ان احنا نتجمع في بيت العيلة بعد طبعا الظروف دي ما تخلص ودلوقتي نمشي على حضرتك قلت عليه وبشكر حضرتك جدا استاذ حسام الدين امين استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك وانا اسفا الوقت خلصوا والله استفدنا من حضرتك جدا اهلا وسهلا يا رب تكون استفدتوا ونشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله